سنجعل نتانياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه اختارت حركة حماس يحيى الصنوار كرئيس جديد بعد سماعيل هنية شو بتعني هالخطوة؟ نفس اختيار الصنوار نشوت نتانياهو بإنجازات الأسبوع الماضي لعدة أسباب واحد قدرت الحركة تحسم خيارة بخمسة أيام بس رغم صعوبة التواصل بين داخل وخارج غزة اثنان وجهت الحركة رسالة لإسرائيل بتقول أنه سياسة الاختيالات ما بتجيب نتيجة وأنه مواجهة مكملة خاصة بشكل العسكري ثلاثة حررت الحركة الرئيس الجديد من الإبتزازات الإسرائيلية لإغتياله بمعنى الصنوار هو أصلا مطلوب رأم واحد You have opened up the United Nations to modern day Nazis To the Hitlers of our times So here it is I present to you the future outcome of today's vote Soon to be president يخيص نوار أبعد من الرد على اغتيال إسماعيل هنية بيحمل اختيار حماس للسنوار عدة رسائل سياسية واحد تحرر بمفاوضات من ضغط البلدان المضيفة مثل مصر وقطر اثنان تمسك حماس بوجوده جو غزة بأي خطة لليوم التالي للحرب ثلاثة تأكيد حماس على سيئته وبلق جماع بكيادته بغزة وتبني كامل لخيار 7 أكتوبر أربعة اعتبار حماس أنه المرحلة صارت بتطلب شخص بعيد شوي عن اللباقة السياسية أن رشقة صاروخية من 250 صاروخ على تل بيب أسهل عندنا بس بعيد عن الصورة السائدة عنه السنوار كمان شخص سياسي وبيفاوض بمرونة هو اللي قادل مصالحة الفلسطينية الداخلية حتى أنه فتح إيده لفتح ولد احلان بال2017 بالسياسة وهو اللي أسس الغرف المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بالعسكر اشتغل عترميم العلاقة مع حزب الله وإيران والمحور تابع مبادرة الصلح مع مصر بعد 2016 وتشويه نظام السيسي لصورة حماس وتابع انهاء القطيعة بين حماس والنظام السوري في 2022 هالملفات اللي توليها السنوار بالتفاوض والديبلوماسية أنقذت حماس من عزلة كان ممكن توقع فيها مع الخارج أما بالداخل فاستلم مسؤوليات سياسية غير الأمن والعسكر وختم بانتخابه رئيس للمكتب السياسي للحركة جو غزة ودوره كنقطة وصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحركة ومشاركته بالتحضير لعملية طفان الأقصى أنا أحياناً بحب أن أخرج عن السطر وكثير بحب أن أخلع الجاكيتة هذه اللي ألبسوني إياها رغماً عني عشان العمل السياسي أنا أقول لك ولأمتنا أن مجانين غزة لديهم من المخزون الثوري ما سيوقف كل المؤامرات